تستمر هنا في العاصمة المقدسة اليوم الاحترازات والخطوات التي أعلن عنها سابقاً ونفذت على مراحل متعددة فيما يخص الاحترازات والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع وفي الميدان وفي جميع أنحاء العاصمة المقدسة اليوم مكة المكرمة بطبيعة الحال تشهد هدوء وسكون تام في الشوارع والميادين العامة لمكة المكرمة ذلك لتنفيذ قرار منع التجول في الأحياء وفي الشوارع العامة فيما يخص أيضاً الاحترازات من أمانة العاصمة المقدسة ومنسوبيها وإداراتها العاملة في الميدان أيضاً الفرق تكون بالمتابعة الدورية اليومية لمختلف الأنشطة والمحالة التجارية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين في أوقات السماحة أو أوقات عدم منع التجول يعني يتبع ذلك التأكد من الاشتراطات الصحية أيضاً يعني متابعة كل ما يجب أن يكون في الصورة اليومية من قبل الفرق الميدانية لأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في البلديات أيضاً وأيضاً بالنسبة للستة الأحياء التي سبق الإعلان عنها في مكة المكرمة التزام تام وامتثال لقرار منع التجول في تلك المناطق أيضاً تواجد أمني مكثف ونقاط متابعة أمنية للتحركات في تلك المناطق يعني التأكد من تنفيذ قرار منع التجول وعدم السماح لأي شخص كان بالتجول في هذه المناطق سوى لبعض الحالات الإنسانية والحالات الطارئة والعاجلة أود أشيرها سالم إلى كلمة معالي وزير الصحة اليوم الذي كان يتميز بالشفافية والوضوح والصراحة ويجب علينا الآن أن نفهم الرسالة التي قدمها وزير الصحة اليوم وأنه لازم نتعاون مع وزارة الصحة والجهات المشرعة والجهات المنفذة لهذه التعليمات لأنه يعني وزير الصحة أشار إلى أنه الأعداد في الأسبوع القادمة القليل القادمة قال بأنها ممكن أن ترتفع إلى ما يقارب من 200 ألف إصابة في السعودية في حال عدم الالتزام من قبل الإخوة المواطنين الرسالة واضحة وصريحة ويجب على الناس أن يفهموا خطورة الوضع الآن وخطورة الفيروس المنتشر سريعا في جميع أنحاء العالم وكلنا طبعا بنتابع الإحصائيات والأعداد المرصودة يوميا يا سالم ويجب أن يكون المواطن السعودي وهو كذلك على وعي تام وكامل بما يحدث الآن في السعودية أو حتى في الدول المجاورة ودول العالم أجمع يا سالم نعم إذن زميل مراسل الإخباري التركي الأحمر شكرا جزيلا لك